من قبل البحث الوحيد push didn't install laser مما يجب ان لعمل و ما من قبل البحث случаاؤل بالفيديو سوف اخبركم عن أ skiing سوف تشتر في الوحيدmind سوف نبدأ في القصة قبل البحث وبعد البحث سوف نعمل過 من بعد اللازر منشيل عن الشفرة من بوصلة الشعر من جذورها منشيلUP الشفرة عشان الليزر يلقت بصلة الشعر ويحرقها عشان ما بقى تطلع مرة تانية سو تانية شغلة منشيل على الشفرة ضروري على الشفرة مش على اي شي تانية او اي طريقة تانية سو بسيك منكون اختي موعد الليزر طبعنا نتحمم نحنا وبالحمام ننضب حالنا كتير منيح منشيل الشعر طبعنا على الشفرة ومنروح على موعد الليزر طبعنا وهون يكي طبعا هنعمل الليزر كل شي تمام هلا بدنا نروح على ما بعد الليزر بس قبل ما نروح على ما بعد الليزر هعطيكم هيك تبس صغار او هيكي مثل نوتس صغار كمين قصص ما تعملوها حتى قبل باسبوع من الليزر جربو ما تروحو على البول قبل من اسبوع لعشرة ايام يعني تروحو تاخدو تان تتشمسو او تعملو سولاريوم قبل من اسبوع لعشرة ايام من موعد الليزر طبعكم هيدي هيك اكسترا قبل الليزر باسبوع عشرة ايام جربو لنكون احدين تان لعمن الشمس ولا عاملين سولاريوم جربو ما نكون عاملين قبله بيومين ثلاثة سكروب لجسمنا يكون بعدها جلدتنا الجديدة النعمة الرقيقة جربو السكروب مثلا يكون قبل باسبوع بس مش قبل الليزر بثلاثة ايام اربعة ايام اكتر من هيك تمام هاي طريق تبس صغر بحب انسحكم فيها بس عشان نتجنب لايتر اون اوساس تاني وجربو كمان قبل الليزر ما تحطو ديودرنت فيكم برفيوم هون بس مثلا اذا بتقول تشيلو هون ما تحطو برفيوم هون ما تحطو كرامات فيها برفيوم هون جربو يكون جسمكم على طبيعتو ما في برفيوم ما في كرامات فيها برفيوم حتى قبل الليزر بتكون اكيد تعملوا بهايه المنطقة ما تحطو ديودرنت او مزيل العرق تحت عشان تلمين ما يكون في عندكم كاميكلز ونحنا عم نحط ليزر على كاميكلز سو هيدولي ثلاث اوساس تجربو ما تعملون كمان قبل ما تروحو على موعد الليزر تابعكم هو بتكون مدلكون مزكينون تقريبا قبل باسبوع من الليزر تابعكم فيكن تحطو مزيل العرق قبل بنهاري بس هتكونوا تحمامتو شلطو مزيل العرق من البو تابعكم من بعده بتروحو على الليزر قبل ما نفوت به شو اللي لازم نعملو وما نعملو من بعد الليزر خلوني اعطيكم كمان نصيحة جربو لما تروحو تعملوا الليزر بتلبسوا قصص هينة او سريعة اللبس والشلحان عشان هوني كمان ترتاحو وكمان تكونوا سريعين يعني انا لما بروح بجارب البصدرس فيكن اصير فيكن طويل متل ما بتكون شيك يريح عشان ببلش مثلا من اجرية فبيكون هينة انا عالة اوكي ولما بدي بلش مفوق هينة اني مثلا اوطي لتحد فجاربوا البصو كمانة شي هينة عشان هيك تكونوا سريعين وما تضطروا تشلحوا تحطوا تيابكم بمحل انتو ما بتعرفو وتلبسو سو هايتي هيك تب فيكن تعموها فيكن ما تعموها هلأ هنفور ببورت بعد الليزر خلصنا الليزر جانا على البيت هلأ فيه ناس بتحمر فيه ناس بصير عنده مثلك الاتهابات طفيفة فهوني بتروحوا بتحكوا السيدالية عشان تاخدوا مرهم او الدكتور بتلكن عن اسم مرهم تحطوه من بعد الليزر انا من الاشخاص اللي لا بحمر ولا البورت طبيعي بتتأزل ولا شي طبيعا فمتل ما راحت برجاء وقت بيكون فيه شوية حمر بس مش كتير ببتركوا يروح لحاله سو اذا انتو كتير بتتحسسوا وبشرتكم حساسة وحمر رايتوا وعمل هي كمتل براغيل او نقط بتحكوا الدكتورة بتقولوا انا هلأ شو بحط فيه دكتور مثلا بيقولوا في سودين بيعطونا ادوية تانية معينة سيكا بلاس وتأفر كذا كذا فبتسألوا الدكتور تبعكم عشان هي تعطيكم الدواء الامسة لبشرتكم ولا الكيس طبعكم لانه فيه ناس بتحمر شوي فيه ناس بتبرغل شوي فيه ناس بتحمروا بتبرغل كتير فهونا بفضيل قبل ما تفلوا من عند الدكتور تسأله انا شو بحط لهيدا الحمار هون اللي عنده هلأ خلصنا نحنا الليزر طبعنا ولا نقول انتو مثلي نحمر شوي بس نص ساعة وبروح الحمار برجع انا على البيت من بعد الليزر ما بتحمم اتليست لا بالليل بعد ست سبع اثمان ساعات فوت بس بكب مية على جسم لانه طبعا قعدنا بمحل ناس ثانية قاعدة فيه استخدمنا قصص وبالليل بجرب بس كب مية على حاله مش مية سخنة مية مساعة لفاترة حتى فاترة مش ميلي للسخونة فاترة ميلي للسقوع على الساعة سو ما منقرب مية سخنة على جسمنا ما منسلق جلدتنا انا بنت بحب المية السخنة كتير حتى بالصفية سو جربوا ما نقرب مية سخنة على بشرتنا جربوا ما نحط كريمات فيها روية حتى اكيد لازم ترطبوا من بعد الليزر بس اذا بتكون ترطبوا بمرطب فيه بيرفيوم فاضل ما ترطبوا احسن فنجرب من بعد عن ديودرنت كمان لنهار عن اي كريمات او مرتبات للبشرة فيها بيرفيوم فيكم تجيبوا شي مرتب من الصيدلية ما فيه بيرفيوم فيه بكتير برندات هيدول القصص بتجيبوا لترطبوا بشرتكم بس منهم بعد اربع ساعات بفضل او ثلاث ساعات بترطبوا بشرتكم بعيدا عن اي كريم فيه بقلبوا بيرفيوم طبعا انا بعرف بتكونوا من بعد الليزر ارفانين جسمكم ارفانين حالكم بتكون تفوتوا وتتحمموا ممنوع تتحمقوا لم يمنوع تمسكوا الليفي وتحفوا جلدتكن مبيسو بتكون جلدتكن بعدها محسسة هيكا ضعيفة بهذه الحالة فنحنا ممنوعنا فتنا تحمم نستخدم الليفي على جسمنا من بعد الليزر عشان هيكي تتحمموا قبل الليزر واحد اثنين ما بيسوا حتى لو ما استخدمتوا ليفين ما بيسوا تستخدموا شاور جل شاور جل في كمية برفيوم و كميكولز كتير فما بيسوا تحطوه كمية على جسمكم عشان هيك همقلكم اذا اضطريتوا بعد خمس ساعة قبل ما تناموا بدكم تتحمموا فوتوا كبوا على حالكم ما يمسقع او ما يفات رميلي للسقوع بس ماي على جسمكم وعملوا بيدكم هيك بس بس تستخدموا شاور جل ولا اي نوع من انواع سابون ولا طبعا ابدا ليفة على جسمنا فهيدي القصص اللي ممنوع نعملها بعد الليزر اكيد ما في داعي يخبركم ممنوع ننزل بالشمس هيك حرين طلقين تاني نهار عالشغل مثلا بلا واقع الشمس اتليست لهون ايدينا محل ما نبين نصابا نبين نعود هดرن ونعود هدرن فعديهم ايسا ما بيان مسأل ما ننزل في الشمس بلا واقع الشمس ونجرب أصلا ما ننزل بالشمث طبعا مانروح على البحر او على البول ونتستخدماتتان ونضع سيوت ونحنوز نجرب ناخد لون وقلقهم الى بيسوى بس انوين لديكم بعيد الشوار كالسر الجلد يبسر عندكم امراض بجلدكم فأبداً ممنوع تنزلوا تاخدوا تان تتشمسوا مثلاً أو حتى تنزلوا على شغلكم بالشمس لما تكون حاطين واقع شمس على المحلات اللي عملنا لازر بلا واقع شمس فجربوا خبوا يلبسوا طويل أو حطوا واقع شمس على إيدي يكونوا هالأخبار طبعاً ممنوع سولاريوم طبعاً ممنوع نروح على البحر ونتشمس وممنوع أكيد نعمل سولاريوم أكيد 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 ممنوع نعمل سكروب لجسمنا بعد ثاني وثالث ورابع يوم مليوم تنتروا أسبوع عشرة أيام لتعمل سكروب لتدخل كثير رقيقة كثير حساسة فحتى إذا هو حرم تجرب ننتر من أسبوع لعشرة أيام قبل ما نعمل أي سكروب أو أي إكسفولييشن على جسمنا وهيك منكون باختصار حكينا عن كل شي لازم تعملوا ومش لازم تعملوا قبل وبعد لازر الآخر شي لحقلكم يا هذي النصيحة سمعتها من دكتورة اللي بتعمل ليازر انه شربوا ما تعملوا ليازر للمحلات اللي انتو مش بحاجة لقلق يعني مثلاً وجهكم في ناس بتكره هال الوبر اللي على وجه شربوا ما تعملوا ليازر فيه طرق تاني نعمل بالخيط نعمل ديرما بلاننج كتير قصص بس إذا انتو منكم بحاجة يعني الشعرة مدنة سودة وتقينة مكبيرة إذا انتو مش بحاجة ما تعملوا ليه؟ لأنه إذا كانت الشعرة خفيفة وبر وعملتوا ليازر هذي أخطاء كتير ناس واقعوا فيها متل وجهن راحوا ينعبوا وجهن عم يعملوا مثلاً ليازر فالدكتور أكيد طبيعة الحالة بتسألوا بتكون تعملوا لوجهن انتو كمان متل ما أنا كل جلسة الدكتور بتسألني وأنا بقال له لا ما بدي أعمل لوجهن فأكيد الدكتور بتسألوا بتكون تعملوا لوجهن ففي ناس بقولوا إيه؟ بركبنا خلاص من الوبر اللي على وجهن بروحوا بيعملوا لوجهن ليازر فجأة بيكتشفوا بعدين أنه هيدا الوبر عم يطلع شعر أسود وقاسي وسميك ليه مع أنه ليازر مش شفرة لأنه المناطق اللي فيها وبر وانتو مدكم بحاجة لليزر لأوقات الليزر بيحفز بصلة الشعر فبتصير تطلع أسمك وأكتر وأقوى من قبل فقوقوا تعملوا ليازر للمحلات اللي انتو مش بحاجة تعملوا ليازر أنا صار فيه هيدا الشي بفخادة أنا بفخادة ما كان في دائع أعمل ليازر كان عندي وبر حفيف شتن 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 ما بيبين أبدا 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 قلت بما أنه عم بعمل فول بودي ليازر هيتلا فوت وأخلص منهم له هيدول الوبر بعد ما خلصت كل جلساتي عملت كثير جلساتي كثير 20 جلسة اكتشف كل مرة عم مرة عم بيزيد ويسودوا أكتر ويزيد ويسودوا أكتر سرع ميطلع علي كثير شعر على الفخادة يعني كل جسمي خلصت من جلسات الليزر قال لي فخادة بلش وغلق يسودوا ويكونوا قاسين غير عن باقي جسمي يعني خلصت من كل الشعر عن جسمي قال لي بهذه المنطقة اللي هو أصلا ما كان فيها فبرح بسأل الدكتور قال لي دكتور أنا خلصت من كل الشعر على جسمي لهذه المنطقة حسي انه هلق بلش يطلع لي فيها شعر ما كانوا خفيف ما كان عندي قالت لي ليزر اذا عملت بمناطق مش لازم تعمل فيها عندك وبر متل وجهك في ناس بخادة في ناس بمناطق معينة بصير يطلع عليك شعر لانه الليزر او قد بيحفز بصلة الشعر فبصير يطلع عليك شعر أقسى ولونه أسود أكتر وبكمية أكتر فانت اللي صار معك هيك اما انت تحفز بصلة الشعر اللي عندك بفخدك فطلع عليك أكتر عشانك انت خلصت كل جسميك وفخدك هلق بديك ترجع تبلش فيها فقوكم تعملوا ليزر مثلا لوشكم انا عندي وبر على وجه بس مش مضايق اني بعمل ديرما بلاننج وبس لا بيكتروا ولا بيسودوا ولا شيء اما اذا جربت اعمل ليزر فتت بمعموع طويلة عريضة فبنصحكم بس تعملوا ليزر للمناطق اللي انتو بحاجة ان كنت اعمل فيها ليزر غير هيك ما تقربوا ليزر على المنطقة ما بتكن تقربوا عليها او مش بحاجة اربع ليزر وبس كيك ممكن احكينا عن كل شي لازم نعمله وما نعمله قبل وبعد الليزر دو ان تونس بفور ان افتر ليزر اذا اذا سيتشي اذكروني يا ريت واذا عندكم اي اسئلة حطولي بالكومنت وبس كيك لوفيو باي اشتركوا في القناة